القوات السودانية تواصل عملية الانسحاب التدريجي من مسرح العمليات في الساحر الغربي لليمن أحيط الغموض بعديد هذه القوات وبطبيعة مهامها العملياتية طيلة السنوات الماضية من زمن الحرب في وقت بدت فيه هذه المهمة بالمجمل إسناداً لعملية عسكرية سعودية وإماراتية الأهداف شمال الساحر الغربي للبلاد وجنوبه قبل أن يكشف قادة السودان الجدد عن عدد هذه القوات وعن خطة انسحابها التدريجي من اليمن 1500 جندي وضابط من القوات السودانية غادروا خلال اليومين الماضيين الساحر الغربي لليمن ضمن عملية انسحاب تدريجية تحدث عنها رئيس الوزراء السودان عبدالله حمدوك ليوضاف هذا العدد إلى نحو 7500 جندي غادروا في وقت سابق وكانوا يشكلون أربعة ألوية فيما لا يوجد سقف زمني محدد لانسحاب اللوائين المتبقيين الذين يتمركزان حالياً في معسكرين تابعين للتحالف في كل من المخى وباب المندب قائد ما تسمى القوات المشتركة في الساحر الغربي العميد طارق صالح كان على رأس مودعي الفوج الأحدث من القوات السودانية معلناً أن قواته هي من سيغطي الفراغ الذي تركته القوات السودانية المنسحبة في وقت تبدو عمليات الانسحاب هذه استحقاقاً خارج نفوذ وصلاحيات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان ارتبط وجود العدد الأكبر من القوات السودانية بمهام كانت القوات الإماراتية تشرف عليها في الساحر الغربي لكن إعلان أبوظبي انسحابها العسكري من اليمن ترك أثره على مستقبل القوات السودانية وسط معلومات لم يتسنى التحقق من مصداقيتها بشأن تنصر الإمارات عن دفع مرتبات هذه القوات مراقبون يمنيون اعتبروا أن هدف التحالف السعودي الإماراتي من الاستعانة بالقوات السودانية هو تحييد الجيش الوطني عن الاستحقاقات العسكرية الكبرى وفي مقدمتها تحرير الساحر الغربي والحديدة رأي تعززه سياسة الإنهاك المادي والمعنوي التي يمارسها التحالف ضد قوات الجيش الوطني خصوصاً في جبهات المواجهة الرئيسية مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية وعلى نحو أن يكشف التنصر المبكر من قبل هذا التحالف عن الأهداف والاستحقاقات الرئيسية للحرب التي هيمن بفضلها على كل مفاصل القرار السياسي والعسكري والاقتصادي لليمن بذريعة دعم السلطة الشرعية واستعادة الدولة